السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وصلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون ورجعنا لكم تاني يا جماعة بفيديو جديد مع صورة جديدة هنبدأ النهاردة إن شاء الله معاكم في صورة الفيل وما توفيقي إلا بالله نستعز بالله يا جماعة مع بعضينا وأنا يا جماعة بحط لكم صورة فيها الشرح المفصل صورة كاملة صورة للتلاوة نفسها صورة الفتحة بحط صورة الفتحة صورة الفيل بحط صورة الفيل علشان خاطر يبقى قدام حضرتك التشكيل وأنا بقرأ وأنا بعلم حضرتك أو حضرتك أو ابني أو بنتي لازم أن تبص معايا في الصورة اللي قدام منك تبص في الصورة اللي قدام منك وتركز على التشكيل وتسمع مني وعينك على الصورة طيب نقرأ مع بعضينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تاني يا جماعة مع بعضينا نركز على الصورة اللي قدام منك يا أستاذنا يا أختي ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل تالت يا جماعة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل نبدأ يا جماعة في الشرح مع بعضينا نركز الألف بتاعة ألم الألف مفتوحة ألف فتحة A ونفتح شفايفنا على هيئة ابتسامة بسيطة كما تعودنا اللام فتحة لا يبقى ألا ألا الميم عليها سكون ميم وسكون أم يبقى ألم ترى التاء جاية مرققة يعني تاء تاء وتفتح بؤك وانت بتقول تاء تاء فتحة تاء الرأي هنا جاية مفخمة فاللي بيبتعب القارق أو اللي بيتعب الإنسان اللي بيقرأ في بداية تعليمه لما يجي حرف مرقق وورا على طول حرف مفخم أو العكس يجي حرف مفخم وورا مرقق فالمبتدئ يعمل ازاي؟ ييرقق الاتنين مع بعض ييفخم الاتنين مع بعض فلما بيبدأ يتمرس في القراءة ويبدأ ياخد على القراءة واحدة واحدة بيبدأ يجيب المرقق مرقق والمفخم مفخم بالتدريب كل حاجة بتيجي ان شاء الله بالتدريب والصبر ان شاء الله بنوصل بأمر الله تعالى بنصبر على أمور الدنيا يا جماعة وعشان خاطر نوصل لهدفنا وغايتنا ومرادنا من باب أولى نصبر على أمور الآخرة وإحنا بنتعلم وإحنا بنعملها وإحنا بنعبود ربنا نصبر 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 على الطعب في القيام على العطش والجوع في الصيام هكذا ده مقصد يعني يبقى تا فتحة تا را فتحة را يبقى ترا ألم ترا ترا كيف الكاف فتحة كا يبقى ترا كا ترا كا بنوصل الكلمتين ببعض علشان نديلك تعرف تقرأ لوحدك وانا والله يا جماعة مبسوط جدا 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 ان انتوا بتكتبوا لي في الكومنتات في التعليقات تحت ان حضراتكم بتستفيدوا من هذه السلسلة الكريمة المباركة وده اللي خلاني بيشجعني ان انا عايز استمر وكمل وكمل وقولي نفسي هل من مزيد يعني بقيت عايز ان ازل في اليوم فيديو واتنين علشان خاطر حضراتكم بتستفيدوا فبعض الناس بيقول ان احنا بالطريقة دي السهلة السالسة اللي حضراتك بتشرح بيها احنا كده بنستطيع ان احنا نمسك المصحف نفنطه ونقرأ لوحدنا فانا والله فخر جدا 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 ان حضراتكم جميعا بقيت بتصلوا للمرحلة دي وانا مبسوط واسأل الله القبول والثبات ولا تنسونا من صالح دعواتكم يا جماعة كيف الكاف مفتوحة يبقى كاف فتحكا الياء هنا اتت ساكنة يأوسكن اي يبقى كي الفاء اتت مفتوحة يبقى فتحة فا يبقى كيف ألم ترى كيف فعل الفاء مفتوحة فين فتحة فا العين هنا اتت مفتوحة عين فتحة عاي يبقى فاعة اللام اتت مفتوحة يا جماعة هي التانية مفتوحة يبقى لام فتح لا فعل ألم ترى كيف فعل رب فعل رب هنوصل فعل رب اللام هنوصلها بالراء يبقى لام فتح لا والراء فتح راء طيب يبقى فعل راء فعل راء ربو يبقى باء شد وضم أبو شوف يا أستاذنا شوف يا بنتي شوف يا ابني شوف يا أختي يا فاضلة اللو احنا رحنا كتاب زمان وتعلمنا في الكتاب زمان زماننا الوقت بنقرأ كواس جدا مش محتاجين معلم ألف شدة وفتحة أ أ ألف شدة وكسرة أ إ ألف شدة وضم أ أو ب شدة وضم أبو يبقى رب ربو ك سهلة هي جدا مش محتاجة مش قصة ولا كمية الكاف هنا أتت مفتوحة كاف فتحة ك يبقى فعل ربك ب أصحابي ب أصحابي لحظوا أننا في حرفه بيطلع مني تخين حرفه بيطلع مني رؤية علشان ويعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها تمام تمام ب الباء هنا أتت مكسورة باء كسرة ب الهمزة أتت مفتوحة باء فتحة ألف فتحة أ يبقى ب أ ب أ ب أص ب أص ما ينفعش أقول ب أص بأص يبقى أنا الهمزة المرققة فقمتها تمام فهقولها بدل ما أقول ب أ هقول ب آ آ لا أنا أعيزها ب آ وما ينفعش أقول الصاد أو الهسين عشان أرقق الهمزة أهم رقق الصاد وقالي بها السين لا وعشان أفخم الصاد أو مفخم الهمزة وأقولها آ برضو لا المرقق مرقق والمفخم مفخم ألف فتح آ يبقى ب آ صاد وسكن أص ب أص بأص حابي الحاء مفتوحة حاء فتح آ ها وفي ألف صغيرة صغيرة يا جماعة هنقرأها معنا الباء أتت هنا مكسورة باء كسر بي بيبقى بأص حابي الألف بتاعة الفيل همزة وصل بأصحاب ما ينفعش أقول بأصحاب بأصحاب ال همزة وصل هنبع عليها كل مرة يا جماعة وفي كل كلمة هقولها اللام بتاعة التعريف اللي هي في كلمة الفيل لام ظاهرة ال يعني لام قمرية ال بيت القمر كل دي لامات قمرية اللي هي لام التعريف عرفت لي الشيء ده اللي هو الفيل خلاص بقى شيء معرف ومعلن يبقى سميات لام التعريف طيب الفيل اللام هنا أتت ساكنة ال أصحاب أصحاب الفيل الفاة أتت مكسورة فاة كسرة في اللام هنقف عليها هنسكنها يا جماعة ونقرأ الآية على بعضية تاني مع بعضينا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل خش على الآية اللي بعضية يا جماعة ألم ترى ألم يجعل كيدهم في تضليل تاني يا جماعة ألم يجعل كيدهم في تضليل تالت ألم يجعل كيدهم في تضليل نشرح يا جماعة ألم زي البردو ألم الأولانية شرحناها قبل كده الألف مفتوحة اللام مفتوحة الميم ساكنة يبقى ألم ألم يجعل يا فتحيا وجين وجيم وسكن أج يبقى يج العين أتت مفتوحة يبقى عين فتحا يبقى يجع يجعل اللام أتت ساكنة لام وسكن أل يبقى يجعل ألم يجعل ألم يجعل كيدهم الكاف مفتوحة يا جماعة يبقى كاف فتحكا والياء ساكنة ياء وسكن أل يبقى كيدا دا الدا المفتوحة يا جماعة يبقى كيدا الدا المفتوحة الدا الفتحة دا كيدهم الهاء هنا أتت مضمومة يا جماعة هاء ضمهو والميم هنا يا جماعة أتت ساكنة ميم وسكن أم يبقى كيدهم ألم يجعل كيدهم كيدهم طيب الفاء هنا مكسورة يا جماعة ونخشها الكلمة اللي بعديها تضليل التاء مرققة نفس اللي كنا نشرحه قدام اللي هو حرفه مرقق وراه حرفه مفخم فلازم نرقق المرقق ونفخم المفخم لا ده يجع على ده ولا ده يجع على ده لا تفخم الاتنين ولا ترقق الاتنين المرقق مرقق والمفخم مفخم تاء فتحتاء وضاد ويسكن أب يبقى تضليل اللام مكسورة اللام كسرلي تضليل اللام الأخيرة هنسكنها عشان نقف عليها سكن تسلم ألم يجعل كيدهم في تضليل الآية اللي بعدها يا جماعة مع بعضينا يلا من كل نشاط وحيوية مع بعضينا بسم الله بص معايا في الصورة خلي عينك على التشكيل خلي عينك على التشكيل أخي الكريم أختي الفاضلة وأرسل عليهم طيرا أبابيل تاني يا جماعة وأرسل عليهم طيرا أبابيل تالت يا جماعة وأرسل عليهم طيرا أبابيل الواو أتت مفتوحة والآلف أتت مفتوحة أيضا يبقى آلف فتحة آ يبقى واء الراء أتت ساكنة راء وسكن أر وأر السين بتاعة سلا السين مفتوحة السين فتحة سا يبقى وار سا اللام برضو أتت مفتوحة يا جماعة لان فتحة لا يبقى وار سلا عليهم العين هنا أتت مفتوحة عين فتحة واللام برضو أتت مفتوحة يا جماعة لام فتحة لا يبقى على عليهم هنا الياء أتت ساكنة يهو سكن أي يبقى عليهم الهاء مكسورة عليه الميم هنا أتت ساكنة يا جماعة ميم وسكن أم يبقى عليهم طيرا الطاء أتت مفتوحة طاء فتحة طاء وليا أتت ساكنة يا وسكن أي يبقى طيرا هنا يا جماعة في تنوين وبعده الهمزة تنوين وهمزة هيخش معايا على حكم الإظهار الإظهار الحلقي سريعا كده تعريف الإظهار الحلقي لللي حابب يعرف واللي مش حابب يعرف هنقول له إيه رزيه بس فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلقي ست أي للحلق ست حروف على قارئ القرآن أن يعلم هذا جيدا أن للحلق ستة حروف للحلق ست رتبت رتبت اتنين فوق من أقصى الحلق اتنين في النص في المنتصف وسط الحلق اتنين تحت في أدنى الحلق حرفين 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 مكانهم بيخرجوا من هذه الأماكن تمام فالأول الإظهار أول حكم في أحكام النون الساكنة والتنوين هو الإظهار فالأول والإظهار قبل أحرفي للحلق 6 او في الاعراب ممكن تمشي ست رتبت ده بيخرج من هنا وده بيخرج من هنا تمام فلتعرفي همز فهاء ادي حرفين من جنب بعض من فوق ثم عين حاء برضو من جنب بعض من المنتصف ثم غين خاء ده متن التحفة تحفة الاطفال وفيه متون تانية بتشرح بطريقة تانية اسفله والوسطه بطريقة تانية المهم المعنى واحد في الاخر عفونا جماعة المعنى واحد انه هما ست حروف بيخرجوا من الحلق الحروف دي لما يجي قبل منها قبل منها ننسخنا او تنوين يبقى الحكم هنا ايه اظهارا حلقيا تمام طب هنا اللي قتى معايا ايه تنوين وبعده هامزة يبقى هنا ايه فالاول ويظهروا قبل احروفي للحلق ست الرتبة فالتعريفة هامزن جاي معنا هنا هامزة اهو جاي بعد التنوين يبقى طيرا هنظهر التنوين او النون السكنة هنظهرهم علشان فيه الف جاي بعد منها الف فتحة ا يبقى طيرا ا طيرا ا ابا البا اتت مفتوحة طيرا ابا هننطقى الالف البا اتت مكسورة به كسرى بي ابا بي اللام هنسكنها ونقف عليها علشان هنقف سكن تسلم نقرأ الاية اللي بعديها جماعة بكل النشاط وحيوية ونبص مع بعضينا يلا في الصورة اللي قدامنا تاء فتحة تاء هنقرأ الاية الاول عفوا ترميهن بحجارة من سجيل ترميهن بحجارة من سجيل تارميهن بحجارة من سجيل تالت يا جماعة ترميهن بحجارة من سجيل نشرح بالله التوفيق تاء فتحة تاء واراء وسكن ار يبقى تار ميهم الميم اتت مكسورة ميم كسرى مي تارميهي اللي هي هنا اللي هي الهاء هنا اتت مكسورة ايضا ترميهي هي ترميهن هي ميم ساكنة ولكن اتت بعدها حرف من حروف الاخفاء الشفوي وهو الباء تمام لما ميت تجي ميم ساكنة وبعدها باء هيحصل اخفاء هكذا ترميهن ترميهن بحجارة من سجيل طبعا يا جماعة الموبايلات او التسجيلات عمتا بيش بتباين مخارج الحروف الصحيحة على اصلها فربما انت تسمع حرف ما تعرفوش ان هو طالع صح كويس الا لما يكون المعلم قاعد امامك وشايفه وهو بينطأ وسامعه من غير تسجيلات انسى التسجيلات دي خالص ولكن احنا فاتقوا الله ما استطعتم يعني على قد ما تنظر بنعمل اقل الحلول يعني طيب نخش على الكلمة اللي بعديها بحجارة الباء اتت مكسورة بحي الحاء برضو اتت مكسورة حاء كسرحي بحي الجيم هنا اتت مفتوحة جيم فتحة جاء يبقى بحجارة الرا اتت مفتوحة بحجارة بحجارة اتت هنا يا جماعة تنوين هنا هيحصل اضغام علشان ما توهش حضرتك اخي او اختي او ابني صغير هيحصل اضغام هنضغم بحجارة هنقبض نقبض هنقبض الشفايف على بعضيها يعني هنلزأ شفايفنا في بعض فترة من الزمن لا تتعدى الحركتين هكذا بحجارة من سجيل من الميم هنا ميم كسرة ميم شدة وكسرة امي بحجارة امي من سجيل النون ساكنة واتت بعدها حرف من حروف الاخثاء الحقيقي وهو السين يبقى هننطق ازاي من سي من سي من سي السين اتت مكسورة يا جماعة سين كسرة سي والجيم شدة وكسرة اجي يبقى من سجي سجيل وهنقف على اللام سكن تسلم كما تعودنا نقرأ الآية تانية مع بعضنا يا جماعة بكل النشاط وحيوه فجعلهم كعصف مأكول نشرح وبالله التوفيق خلي عينك على الصورة قدام منك فا فتح فا يبقى فجا الجيم برضو اتت مفتوحة جيم فتح جا يبقى فجا فجا العين هنا يا جماعة اتت مفتوحة عين فتح ع يبقى فجا فجا لا اللام هنا اتت مفتوحة يا جماعة نركز شوية يبقى لام فتح لا يبقى فجا لا هم الهاء هنا اتت مضمومة يبقى فجا له فجا لهم الميم هنا اتت ساكنة ميم ويسكن ام يبقى فجا لهم طيب نكمل وبالله التوفيق هنا الكاف اتت مفتوحة يا جماعة كاف فتح كاف وبعد كده العين اتت مفتوحة عين فتح ع يبقى كع 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 كعص الصاد هنا اتت ساكنة صاد ويسكن اص يبقى كعص ثم يبقى فجا لهم كعص ثم هنا التنوين جايوا بعد منه حرف ميم مشددة ميم مشددة هيحصل عملية اضغام هنضغم هكذا يعني نلزأ بالبلد بتاعنا كده هنلزأ شفايفنا في بعض هكذا كعصف مأكول كعصف مأكول الميم اتت عليها شدة وفتحة يا جماعة يبقى ميم شدة وفتحة مأكول كعصف مأكول الهمزة اتت ساكنة ألف وسكن أ يبقى كعصف مأكول الكاف هنا اتت مضمومة كاف ضم كو كول اللام هنقف عليها ونسكنها كده خلصنا الصورة ونقراها ما بعضينا تانية جماعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم شايفين أنا بقول الزاقة معه وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول وبكذا نكون انتهينا من حلقة اليوم مع صورة الفيل من سلسلة تعليم القرآن الذي من الله علينا بها نسأل الله القبول والثبات ولا تنسونا من صالح دعوتكم أولا وآخرا ولو عجب حضرتك الشرح أخي الكريم أختي الفاضلة ابني أو بنتي الأطفال الصغيرين اللي بيسمعوني ويا جماعة زي ما بتكونوا حريصين تجيب لابنك التابلت والجيب له اللبس والأكل والشرب وتفسحه وتعادوا على اليوتيوب واللق ألعاب والبابجي زي ما حريصين على أمور الدنيا كونوا حريصين على أولادكم وعلموهم كتاب الله وخلوهم يعودوا ويسمعوا سلسلة تعليم القرآن لو رفض الولد احرموا من اللزات والملزات والشهوات اللي هو بيحبها بيحب البابجي بيحب التابلت بيحب الايباد بيحب اللعب احرموا من الحاجات دي علشان يقعد يسمع الحلقة في الأول هيبقى مجبر بس بعد كده واحدة واحدة هيلين وهيسمع الكلام وهيتعلم إن شاء الله وانت بتجبره علشان عايز خايف عليه من النار وعايزه يتعلم وابنك لما يكون بيتعلم القرآن باستمرار اعرف إنه هيتطلع صالح هتطلع بنت صالحة هيخلي القرآن عنده هيتطلعه زهنه حاضر زكي صفات كتير جميلة ويكفي إنه كلام الله طيب زي ما حريصين على أولادكم في الدنيا بتجيبولهم كل حاجة خليك حريص على ابنك أو بنتك وسمعوا الحلقة لو عجبكم الشرح لا تنسوا الاشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد ولو عجب حضرتك الشرح برضو أخي أختي ابني صغير لا تنسى اللايك وتعليق حضرتك وملاحظاتكم تهمني جدا علشان خاطر نكون مع بعضينا في مسيرة واحدة موفقة والفيديوهات يا جماعة نزلة رسالة معينة بتوصل للناس أي حد هيحط تعليق أنا زرتك أنا عطرتك أنا جتلك بوردة اللايك الفلاني محدش يحط لايك أي موشن أي موشن لايك أو أي أي موشن خالص فضلا وليس أمرا لا أي كلام خارج التلاوة لا لا يرد الأمانة ولا الكلام ده كله أولا احنا بنسمع اتغاء مرضات الله مش عشان خاطر مشعل ولا عشان خاطر عيون مشعل ولا عشان خاطر قناة مشعل ولا عشان مشعل يجي لنا لا احنا بنصحح النية ان احنا بنتعلم اتغاء مرضات الله تمام ثانيا ان شاء الله لما بتجي لي وبتسمع التلاوة وبتتعلم وبتسفيد ادعي لي دعوة طيبة وان شاء الله انا اتفرج وشوف حضرتك نزلت ايه جديد بامر الله لو عجبكم لا تنسوا اللايك ولا تنسوا الاشتراك ولا تنسوا الدعوات وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته